يوم الخروج عند اليهود من مصر و طبعا احنا الحمد لله رب العالمين برضو بنفرح ان هؤلاء و ان كان اليهود انا زاكنوا في مصر عبارة عن عمالة وافدة بيشتغلوا كخدم قد تبال حضرتك و اراد الله ان نبعدهم عن ايه عن مصر الى غير الرجعة على كل حال ده بالنسبة لنا كمصريين يوم فرح احنا بغض النظر عن سيدنا موسى طبعا نحترمه و سيدنا هارون عليهم السلام نحترمه لكن احنا بنتكلم على ان اليهود كانوا متواجدين كعمالة وافدة ليسوا جزءا من التاريخ المصري لا القديم ولا الحديث ولا المستقبل ان شاء الله مما كنوش وقتها بقى يهود كانوا هم ابناء سيدنا يعقوب بني اسرائيل كانوا بني اسرائيل و جم وقت سيدنا يوسف عندما كان عزيزا لنا برضو حتى الناس فهم صح لكن احنا بنكرر احترامنا و تقدرنا سيدنا موسى و هارون عليهم السلام و على ذكر صلاح الدين كان عنده وزير يهودي نعم فالمهم ان ده يوم فرح الرسول نفسه فرح به صلى الله عليه وسلم دلالة على زمالة الشرائع و قلت لمشاهدين و متابعين الكرام لما الشيعة صبغوا بصبغة حزن و ألم للاستشهاد الإمام الحسين الذي وافق قدرا طبعا استشهاد الإمام الحسين عليه رضوان الله ده شأن سياسي و ليس شأنا دينيا لأن لا ارتباط له لا بعقيدة ولا بشريعة قد بلك طبعا مع حبنا لآل البيت بس الحب السني المعتدل الذي لا إفراط ولا تفريط فيه